قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليس يحب للملوك أن يفرطوا في ثلاث في حفظ الثغور وتفقد المظالم واختيار الصالحين لأعمالهم مولا حضرت إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فرموداند براية حاكمان و دولة مردان پسندیده نیست که در این سه کار کوتاهی کنند در حفظ مرزها و رسیدگی به حقوق پایمال شده مردم و انتخاب افراد شایسته برای مناسب مختلف بسم الله الرحمن الرحیم ان الله و ملائکته يصلون على النبي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلَّى عَلَى مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ اللهم صَلَّى عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ اللهم صَلَّى عَلَى مُحَمَّدْ وَعَجِلْ